سيد عمر جاب الله سيد كريم أسوريو قبل البطولة أنا وكثير من الناس بنتكلم أنه الراجل مكمل مع نادي الزمالك بهذا النظر عن البطولة العربية لعب أول مطش ده الراجل مكمل قوي بعد اتحاد المنستيلي يا دوبك اتغلب من الشباب وبدأ نسمع كلام تاني أنه أسوريو مش هيبدأ الموسم مع نادي الزمالك وممكن يرحل الراجل عن نادي الزمالك إيه هو الصح بقى في الموضوع داود أسوريو مكمل ولا لا طيب هقول لك على معلومتين المعلومة الأولى من المصادر غير رسمية والمعلومة التانية من المصادر الرسمية السلام المعلومة اللي من المصادر غير رسمية أنه أسوريو بالنسباله شايف الزمالك منشوع كبير هو حابب يعمل نفسه سوء هنا بالبلد يعني هو بالنسبال للعروض اللي بتجيله من أمريكا للاتنية يعني مثلا منتخب هندرووس أي منتخب في أمريكا بشكل عام في القارة هناك هو بالنسباله حاجات زي عندنا زي لما طريق العشري بيروح من فارق الاتحاد لإمبي اللي مش عارف إيه يعني مع احترامل كل الناس يعني هي فكرة أن دي بقى التنقلات أنت متوقعها يعني متوقع أن الكابتن طريق مثلا السنة دي هيبقى في الاتحاد السنة الجاه هيبقى في إمبي السنة اللي بعد هيبقى في أو في نفس السنة هو نفس الكلام أسريو عنده هناك أرضية كبيرة جدا بتخليه هيجيله مكسيك هيجيله هندرووس هيجيله 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 فهو حابب يوجد لنفسه مساحة من التسويق في المنطقة العربية فبالتالي مش هيلاقي مساحة كبيرة قد أنه يكون في نادب حجب نادة زمالك فبالتالي عنده سنين يشتغل فيه في المنطقة العربية فاللي أنا عرفته من مصادر غير رسمية أنه أسريو بيستغل وجوده في البطارة العربية أنه بيسوى اسمه ده راجل مدير هيجيله كوتشي لزمالك أكيد كل المنطقة العربية هتبص عليه وعلى شغله وعلى الأفكار اللي بيقدم فمعنى كده أن الراجل كان هتبقى البطولة العربية محطة لانتقال إلى أحد الدوريات العربية اللي عندها الرسماء الكبير حال أيا كان اسم الدوري بس ده طبعا بشارة أنه يعمل نتائج كويسة بشارة أنه يعمل نتائج كويسة أنه يقدم أفكار بص يا كريم هي الفكرة كمان أن النتائج لو ساعدت أسريو في أول مرة زي ما أنت قلت المباراة الثانية كان متاح للزمالك والفرقة ما قدمتش أفضل حاجة فهنا هل الراجل بيفكر في إيه؟ الراجل بيفكر أنه هو بيساوي اسمه مكمل مشروعه مع الزمالك ده المصادر غير رسمي الرسمي بقى الرسمي سؤال واضح لصريح لإقدارة الكرة في نت الزمالك هل أسريو مكمل بعد البطولة العربية مع الزمالك الإجابة كانت نعم أسريو مستمر مع الزمالك في الموسم الجديد لو حصل بقى يا كريم انتكاسة للزمالك مثلا في مباراة النصر أو يعني الأمور ما مشيتش بشكل كويس في المباراة النصر عنده نجوم من مختلف دول العالم يعني يعني انتكاسة معلش مش فيه يعني زيونك يخسر نتيجة كبيرة نتيجة كبيرة و الشكل ما كانتش على المستوى خلي بالك و الئ� ذي يخسر والد يخسر خلي بالك فيه اتجاهين إدارة النادي عندها اتجاهة وإدارة الكرة عندها اتجاهة إدارة النادي بالاتجاهة اللي هي كانت مرحبة به إن يبقى فيه في نهاية الموسم بعد فريرة كان يبقى فيه مدير فني مصر تمام إدارة الكرة كان رأيها بال pattفاق مع لجنة الفنية ان يكون فيه مدير فني اجنبي فبالتالي جيه اخوان كارلوس اسيري ادارة النادي بتتفرق على الموضوع تقيم بعد مبارات النصر ادارة الكرة رأيها النهائي في نادي الزمالك ان اسيريو مستمر اسيريو من خلال وكيل اعماله اكد لي بدل مرة خمسين ان الراجل مكمل لنهاية عقده مع نادي الزمالك ده بالنسبة للمستقبل اسيري فما فيش كلام خالص لكن انا بالخبرات كده يا كريم انا بأكد لك ان لو حصل حاجة في مبارات الخميس بالنسبة لزمالك بالتأكيد هيكون فيه اجتماع لإدارة النادي تشوف الموضوع لكن المؤشرات المصادر الرسمية بتقولك ايا كان الوضع اسيريو مكمل